كلاب الزلاجات والمعروفة أيضا باسم الكلاب المهروسة هي مجموعة خاصة من الأنياب يتم تربيتها وتدريبها على سحب الزلاجات فوق الثلج والجليد في المناخات الباردة نشأت كلاب الزلاجات من مناطق القطب الشمالي وشبه القطب الشمالي وكانت جزءا لا يتجزأ من بقاء الإنسان ونقله لآلاف السنين حيث كانت بمثابة مرافقين أساسيين للشعوب الأصلية والمستكشفين والمغامرين على حد سواء بفضل قدرتهم الرائعة على التحمل والقوة والعمل الجماعي أصبحت كلاب الزلاجات شخصيات أسطورية في عالم الرياضات الخارجية والاستكشاف واحدة من السلالات الأكثر شهرة المرتبطة بسباقات الكلاب المزلجة هي الهسكي السيبيري تشتهر كلاب الهسكي السيبيرية بمعاطفها المزدوجة السميكة وعضلاتها القوية وقدرتها على التحمل وهي مناسبة تماما لسحب الزلاجات لمسافات طويلة في البيئات الباردة سلالة شعبية أخرى تستخدم في سباقات الكلاب المزلجة هي الهسكا مالي ميوات المعروفة بقوتها وقدرتها على التحمل وقدرتها على نقل الأحمال الثقيلة على التضاريس الوعرة السلالات الأخرى المستخدمة بشكل شائع في سباقات الكلاب المزلجة تشمل الهسكا هسكي درينلاند دوج وسمويد ولكل منها مجموعة فريدة من السمات والقدرات يتم تدريب كلاب الزلاجات عادة منذ سن مبكرة على سحب الزلاجات والعمل كجزء من فريق يبدأ التدريب بالأوامر الأساسية والتدريب على الطاعة ثم يتقدم تدريجيا إلى مهارات أكثر تقدما مثل سحب الزلاجة والتغلب على العوائق والاستجابة للإشارات الصوتية والإشارات اليدوية من السائق أو سائق الزلاجة تعتبر كلاب الزلاجات حيوانات ذكية للغاية وسريعة الاستجابة وقادرة على تعلم الأوامر المعقدة والعمل معا كفريق متماسك لتحقيق أهدافها تعرف كلاب الزلاجات بقدرتها الرائعة على التحمل والقدرة على التحمل مما يسمح لها بتغطية مسافات طويلة بخطا ثابتة دون تعب خلال سباقات مثل إيديترا والترايلس ليدوك رايس في راسكا يمكن لفرق الكلاب المزلجة السفر لمسافة تزيد عن 1000 ميلا في أقل من أسبوعين مع تحمل الظروف الجوية القاسية والتضريس الصعبة على طول الطريق تتكيف كلاب الزلاجات بشكل جيد مع المناخات الباردة مع معاطفة من الفرو السميك وأقدام كبيرة للجر على الثلج والجليد وغريزة طبيعية للسحب والجر بالإضافة إلى قدراتها البدنية تمتلك كلاب الزلاجات أيضا روابط قوية مع معالجها من البشر وزملائها أعضاء الفريق يشكل كلاب ماشيرز وكلاب الزلاجات شركات وثيقة مبنية على الثقة والتواصل والاحترام المتبادل يعتمد ماشيرز على كلابهم للتنقل في التضريس الصعبة وتوقع العقبات والعمل معا كفريق واحد لتغلب على التحديات تتطلع كلاب الزلاجات بدورها إلى أصحابها للحصول على التوجيه والقيادة والرعاية وتشكل روابط قوية ضرورية للنجاح في سباقات الزلاجات التي تجرها الكلاب واستكشافها يعد سباق زلاجات الكلاب نشاطا رياضيا وترفيهيا شائعا في المناطق ذات المناخ البارد والمناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج تتراوح السباقات من سباقات السرعة القصيرة إلى أحداث التحمل لمسافات طويلة حيث يتنافس المتنافسون على الجوائز والهيبة والإنجازات الشخصية يعد سباق إيديترا وترالسليد دوكرايس الذي يقام سنويا في راسكا أحد أشهر سباقات الزلاجات للكلاب في العالم وأكثرها تحديا ويغطي أكثر من ألف ميلا من التضريس الوعرة والظروف الجوية القاسية بالإضافة إلى السباق تستخدم كلاب الزلاجات أيضا في الأنشطة الترفيهية والسياحة الشتوية وأنشطة المغامرات الخارجية تعد جولات تزلج التي تجرها الكلاب من عوامل الجذب الشهيرة في العديد من الوجهات ذات الطقس البارد مما يوفر للزوار فرصة تجربة إثارة التجول عبر الغابات الثلجية والمناطق البرية البكر تستخدم فرق الزلاجات التي تجرها الكلاب أيضا للنقل في المناطق النائية والتي يتعذر الوصول إليها وتوفير الخدمات الأساسية مثل تسليم البريد والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي في حالات طوارئ بشكل عام تعتبر كلاب الزلاجات حيوانات رائعة ولها تاريخ طويل من الشراكة والتعاون مع البشر من أصولها كرفاق عمل للشعوب الأصلية إلى دورها في سباقات الكلاب الحديثة للزلاجات والمغامرات الخارجية تستمر كلاب الزلاجات في أسر وإلهام الناس في جميع أنحاء العالم بقوتهم وقدرتهم على التحمل وتفانيهم الذي لا يتزعزع تجاه معلجيهم منالب الشر من خلال التدريب والعمل الجماعي والإحترام المتبادل تعمل كلاب الزلاجات والسائقين معا للتغلب على التحديات وتحقيق الأهداف وإقامة روابط دائمة تتجاوز اللغة والثقافة والأنواع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر